اشتركوا في القناة لمعالي الشيخ خليفة بن دعي بن خليفة الخليفة على ما بذله من جهود قيمة ومساعي مقدرة طوال مسيرة عمله رئيسا لديوان ولي العهد منذ عام 2005 متمنيا سموه لمعالي الشيخ خليفة بن دعي الخليفة التوفيق في مهامه المقبلة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مستشارا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء كما أتمنا سموه التوفيق والسداد لمعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد وقد وجه سموه بتحديد فترة انتقال صلاحيات رئيس ديوان ولي العهد من 4 مايو 2021 إلى 31 مايو 2021 من جانبه أكد معالي الشيخ خليفة بن دعي الخليفة اعتزازه بالثقة الملكية السامية وتشرفه بخدمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء ومملكة البحرين وشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على دعمه المتواصل في كافة المهمات الوطنية التي يتشرف بحملها واجبا وشرفا كما أعرب معالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة عن عظيم امتنانه واعتزازه بالثقة الملكية السامية وتشرفه بخدمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء ومملكة البحرين منوها بتطلعه للعمل والتعاون مع الجميع لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه ومتابعات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله